السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى متابعين من كل مكان مجموعة من الأنباء المنوعة التي تتداولها للصحف والإعلام الألماني بأهمية كبيرة جدا جدا أصدقائي أول موضوع رح نتكلم به هو بخصوص القطارات في ألمانيا لا تركبوا القطارات بالأيام الآتي أو سوف يحصل أضراب بالقطارات بشكل كبير جدا جدا طبعا مرة أخرى يجري التخطيط لإضراب سائق القطارات إضراب جديد بشكل كبير وواسع أكبر من الأضرابات القديمة وسوف يستغرق أيام طويلة الأضراب أعلنت عنه يوم أمس نقابة سائق القطارات ال-GDL وهو لأجل تحسين وضعهم يعني المعاشي هو لأجل تحسين أوضاع سائق القطارات من حيث الرواتب وحمايتهم من الفصل وحمايتهم يعني من الأبعاد من العمل بسبب أزمة كورونا وبسبب يعني الظروف المالية التي تعاني منها شركات النقل بالوقت الحالي أو شركات الشحن ومن أجل يعني زيادة رواتبهم ومخصصات أخرى من ضمنها يعني مخصصات كورونا هم يريدون سبعمائة يورو أيضا يعني زيادة من أجل كورونا كونهم يعني يعملون بوقت به وباء ويجازفون بحياتهم حسب قول النقابة أصدقائي حسب كلام يعني المواقع الإحصائية في ألمانيا فإنه على الرغم من هذه الأضرابات وعلى الرغم من هذه الامتعاضات فإن إجور سائق القطارات مرتفعة جدا بالمقارنة بعدد كبير من المهن في ألمانيا طبعا الأضراب الكبير من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس ويستمر لمدة خمسة أيام في مجال نقل الركاب أما قطارات البضائع والشحن سوف يبدأ الأضراب بها من مساء يوم الأربعاء حتى يوم الأثنين من المتوقع أنه تحصل بالفترات الحالية وحتى بالفترات القادمة نفاذ بالبضائع أو يعني خلو السوبر ماركت رفوف السوبر ماركت من بضائع معينة أو محلات الكهربائيات محلات التكنولوجيا كون يعني قطارات الشحن توقفت ويعني كثير من الأشياء المنتظرة من المفروض أنه تنزل كبضائع بالأسبوع القادم سوف تختفي من السوبر ماركت ربما أحبار الطابعات سوف تتأثر وأشياء أخرى من ناحية أخرى أصلا نقل البضائع من الصين متعرقل بسبب كورونا وإغلاقات معينة تحصل بالموانئ وهناك أزمة بالشحن مواد الأولية شحيحة والآن قطارات ألمانية تشكل تحدي مختلف وتعد شركة ديبي شركة دويتشابان اللي هي الشركة اللي رح يصير بها الأضراب شركة مملوكة للحكومة الاتحادية ويتمتع العاملين بها بمميزات كثيرة طبعا من ناحية أخرى تم انتقاد هذا الأضراب الثالث بشكل كبير كونه يعني الأضراب الثالث خلال فترة قصيرة بحيث حتى لو كانت الحكومة الألمانية تدرس الأمور فهي لم تكمل دراستها من أجل يعني اتخاذ قرار معين رئيس حزب اليسار دويتمار بارش قال يجب على المستشار أن تتدخل وينتهى هذا الأضراب كون الشركة حكومية حكومية عفوا والنقابة زودوها بالأضرابات أضراب واحد أو اثنين يكفي ويعني وصلت الفكرة بالأضراب الأول والثاني أما هذا الأضراب فهو مبالغ به طبعا صاحب الفكرة ورأس البلاء أو أبو البلاوي هو هذا الرجل اللي هو رئيس نقابة ساقي القطارات أصلا القطارات في ألمانيا هي غير دقيقة بمواعيدها حتى بدون أضراب أما الآن الله يعيني اللي يتنقل من منزله إلى عمله بالقطار أصدقائي نجي للموضوع الآخر الموضوع الآخر هو نقطة تحول كبيرة جدا بموضوع خصوصية الناس وخصوصية سكان ألمانيا نتكلم عن الناحية الصحية نعرف إحنا لما نزور طبيب هناك داتنشوتس لما تعمل معاملة معينة هناك داتنشوتس إيركليغونغ وتوقع عليها قانون حماية البيانات هناك نقطة خلافية جدلية كبيرة حول حماية بيانات الناس تم سؤال وزير الصحة ينسي شبانع الرأي بموضوع الموضوع هو الآتي طبعا هل يحق لرب العمل أن يسأل الموظفين عن التلقيح هل يجب للناس كشف هكذا أمر لرب العمل أو الأرباية دقابة في حال سأل عنه وفي ألمانيا داتنشوتس هو قانون معقد وكبير يهدف لحماية معلومات الناس وبياناتهم الشخصية من المنطقي أن يتم رفض هذا الأمر بالنسبة إلى قانون داتنشوتس يعني للإنسان حق الاحتفاظ بمعلمات الخاصة وعدم نتلاق بها إلى أحد وينسي شبان لما تم سؤاله عن هذا الأمر قال نحن ننظر بحساسية لهذا الأمر ولكن عندما يسأل الأرباية دقابة الموظفين نحن ننظر بحساسية لهذا الأمر ولكن الكل يتم سؤالهم عن هذا الأمر بالمطاعم حاليا بالمطاعم تغيقى يغيقى يتم سؤالك عن اللقاح أو الفحص وبالمطاعم لا نتحسس من الموضوع أو لا نأخذها على المحملة الحساسية ونتقبلها بالمطاعم بصالونات الحلاقة بالأماكن المغلقة ببعض مراكز التسوق وذكر ينسي شبان اعتقد أنه من الإمكان تغيير القانون لإتاحة هذا الأمر ويجب لرب العمل أن يسأل موظفيه أو أن يعرف من تلقح أملاء يجب على الموظفين أن يعرفون من تلقح أملاء من الزملاء وقال أيضا لو كان نسبة الملقحين 50% في ألمانيا لكان لنا رأي آخر ولكن أصدقائي الآن هي 62% من أخذوا جرعتين ومن أخذوا جرعة واحدة هم أكثر من هذا الرقم بانتظار أخذ الجرعة الثانية سيقتربون من 70% نسبة الملقحين في ألمانيا طبعا أصدقائي بمعنى آخر يمكن فهم هذا الأمر أنه الأغلبية تفرض الواقع على الأقلية نجي الآن الموضوع الآخر الموضوع الآخر هو خبر جميل نوعا ما مفرح في ألمانيا لأول مرة منذ 54 يوم من بداية الموجة الرابعة لإصابات كورونا تنخفض الإصابات عن ما تم تسجيله خلال أسبوع اليوم حصل أول انخفاض قبل تقريبا خمسة أيام نشرت لكم فيديو عن أنه كورونا يفقد زخمة في ألمانيا نتكلم عن الموجة الرابعة تفقد زخمها لم يعد هناك تزايد بالإصابات بالأيام الخمسة الماضية لا يوجد هناك تزايد كبير بالإصابات اليومية أما الآن فقد حصل ما كان يتمناه الكثيرين في ألمانيا بداية فعلية لانحسار الموجة الرابعة والإصابات انخفضت عن ما تم تسجيله خلال أسبوع وعن ما تم تسجيله بالأسبوع الماضي اليوم الثلاثة تم تسجيل خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين إصابة معدل زيبن تاقى انسيدنس أيضا انخفض أمس كان خمسة وسبعين فاصل ثمانية اليوم أربعة وسبعين فاصل ثمانية يعني تقريبا نقطة مئوية كاملة انخفض بها معدل إصابات وهذا شيء يحصل لأول مرة منذ بداية الموجة الرابعة من بداية شهر سبعة طبعا الوفيات هي يعني رقم مرتفع وهو يعني عند ستين حالة وفاة وهي على رقم منذ بداية شهر يوليو تموز يعني بالسبب أنه الوفيات ليست لإصابات اليوم أو عمس بل الإصابات حصلت بأوقات سابقة شهر أو ثلاثة أسابيع وإلى آخره أصدقائي طبعا حسب أرقام روبرت كوخ وخارطة الإصابات فإن الوقت الحالي يشبه وقت انتهاء الموجة الثالثة يعني ديناميكية الإصابات اليومية وإستيادها بانخفاض ويبدو أنه الموجة تنحسر وطبعا الخبراء يقولون قد تكون هذه انفراجة بسبب وجود نسبة علي للتلقيح وقد تكون هذه يعني نقطة تحول ببدء موجة كبيرة جدا أكبر من الموجات السابقة إن شاء الله يارب يكون الخير رحنا ناس متفائلين أصدقائي نجي الموضوع الآخر باختصار وبسرعة كل تفاجئ الجميع طبعا ما رح نخرج عن موضوع كورونا والإصابات قبل أسبوع نشرت لكم تقرير عن برلين تتخذ سياسة جديدة مع الأطفال والسياسة هي بالمدارس وبرياضة الأطفال عندما يصاب طفل بكورونا يتم حجره صحيا يتم حجر الطفل نفسه صحيا ولا يتم حجر المتصلين والزملاء أو الجالسين جنبه بالفصل الدراسي مثلا أو الفصل الدراسي كله قبل كان يتم حجره بالموجة الأولى والموجة الثانية تذكروا لما كان طفل يصاب بكورونا يتم حجر الصف بأكمله ويتم عمل فحوصات لثلاثين طفل الآن مدينة كولن تريد السير على خطى برلين والسبب أنه بالأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد كان هناك أكثر من ألفين طفل بالحجر الصحي والاشتاد كولن قالت هذا أمر كارثي من الآن فصاعدا سوف يكون الحجر الصحي فقط لمن لديه نتيجة إيجابية فقط من يتم فحصه ويكون عنده كورونا يتم حجره صحيا هذا الأمر سوف يصبح واقع حال في كولن وسوف تصبح ثاني مدينة في ألمانيا تطبق هذا الأمر بعد برلين وربما يكون الحبل على الجرارة أصدقاء الموضوع الأخير هو موضوع مهم وحساس وتركته للأخير حتى نتكلم به يعني بأريحية احذروا المتاجر المزيفة والمخادعة احذروا تطبيق انستجرام والصفحات التي تبيع به بضائع واحذروا أيضا فيسبوك والصفحات التي تبيع به بضائع طبعا الصحافة الألمانية وخصوصا القناة الألمانية الأولى أي أغدي وتاقس شو تتحدث عن ازدياد ما يسمى بالمتاجر الوهمية عبر تطبيق انستجرام طبعا احنا كثير من عدنا شهدنا أحد تم اختلاص نقوده أثناء عملية شراء أونلاين شهدنا أحد يعني ربما نكون احنا صرفنا نقود على بضاعة معروضة بموقع معين بصفحة معينة ويعني دفعنا نقود واختفت البضاعة الآن تم شرح تفاصيل عن عمليات الاحتيال ومصادرها وطرقها أصدقائي ما يسمى بالمتاجر الوهمية هي كبيرة كثيرة على الانترنت وعلى وجه التحديد على تطبيق انستجرام المعنى هو صفحة تجارية تبيع منتجات الناس تدفع ولا تأتيها المنتجات أو يتم اختلاص الأموات سيناريو آخر مشاهير يعملون دعاية الناس على الانستجرام عندهم يعني محتوى أكيد غير هادف كي يصبحون مليونيين المتابعين يعملون دعاية لصفحة معينة الناس تدفع النقود من أجل شراء أشياء تبيع هذه الصفحة لا تأتيهم الوضاعة ويتم احتيال الملايين من الدولارات أو من اليوروهات يقول المصدر أن أغلب الصفحات الوهمية أو مواقع الاحتيال تكون متواجدة بالصين يعني خصوصا المواقع التي تكون شبه نظامية تكون موجودة بالصين المواقع التي تستخدم طريقة دفع تشبه البايبال ولا نتكلم عن مثلا صفحة الانستجرام يتوفر لدينا منتج فلان يراسلون ويكون هناك أيضا اختلاص نتكلم عن الاختلاصات الكبيرة أغلب الصفحات أو المنصات تكون تدار بالصين وطريقة الدفع هي البايبال وإذا دفعت المبلغ لشراء مثلا هاتف جديد آيفون سعره مثلا ألف يورو الموقع الوهمي للإحتيال يبيع بسبعمائة يورو يجذبك السعر يعني تدفع سبعمائة يورو وسوف يأتيك هاتف كوبي وليس هاتف أصلي وقد يكون سعر لا تجاوز التسعين يورو هذه أحد طرق الاختلاص أو أحد طرق الاحتيال هناك فرقة خاصة لمراقبة مواقع الاحتيال في النمسا تقول هذه الفرقة أنه يوجد مواقع وصفحات وهمية على الانترنيت منصات تشبه بعملها أمازون وإي باي ويعني عددها يبلغ عشرات الآلاف من المنصات تتبعها لأجل أغلاق هيعتبر صعب جدا من ناحية أخرى المنصات على التواصل الاجتماعي لما يتم افتتاح صفحة وهمية تحصل بها اختلاسات لا يجري معالجة الصفحات وحضرها بالسرعة الكافية ولا تتعاون انستجرام مع هذه الفرقة يعني لا تتعاون معنا بهذا الأمر والآن الاحتيال أصبح عادة اجتماعية منتشرة بشكل واسع جدا على الانترنيت بل أصبح ثقافة جديدة مصاحبة للانترنيت ناس تحتال على ناس الأمر أصبح ظاهرة اجتماعية أصدقائي إن شاء الله أخذتوا فكرة واستفاديتوا طبعا بعدد كبير من الفيديوهات بالسابق نصحت جميع الأخوة لا تشتروا حاجة من الانترنيت من موقع غير رصين من موقع غير معروف وحتى إن دخلتم إلى موقع معروف انتبهوا على البيفيرتونج انتبهوا على تقييم البائع على رسائل الناس اللي مشترين الحاجات لا تشتري شيء من بائع تقييم خمسة نجوم بل الأهم أن يكون عدد المقايمين كثيرين وليس شخص أو شخص نعطي خمسة نجوم قد يكونون أصحابه شاء الله تكونوا سفادية وتحياتي لكم ربي يفوتكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة